دعونا نردب إلى ديفيد مادن محلل الأسواق في إكوتي جروب ديفيد أهلا بك معنا كان كل التركيز في تدورات الصباحية اليوم على قوة الدولار الأمريكي وخصوصا أمام اليورو الذي وصل إلى مستوى التسعة وتسعين سنت وإذ فجأة نشهد الدولار يضعف أمام سنة من العملات بعد البيانات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة في مبعات المنازل ومؤشر البي ام اي هل تعتقد بأن سنشهد انعكاس لاتجاه الدولار على المدى القصير أعتقد أن سنشهد انعكاس لاتجاه الدولار الأمريكي هناك الكثير من العوامل أرقام المساكن شهدت تراجعات كبيرة منذ عام 2016 قطاع الخدمات وأيضا قطاع التصنيع للبي اماي كانت عند أدنى مستوياتها منذ الجائحة منذ عام 2020 وعلى اعتبار هذا الأمور كان المؤشر المرتفع إلى أعلى مستوياته ولكن طبعا بعد هذه الأرقام المخيبة في الولايات المتحدة أصبح هناك تراجع لأداء الدولار وبقولنا ذلك فإن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة طبعا يشير لا يزال في وضع جيد مقارنة بما يحدث في منطقة اليورو في المملكة المتحدة أيضا هناك تراجعات إذن أعتقد أن الاتجاه الصعودي في الدولار الأمريكي وهذا سيستمر وأعتقد أنه سيكون هناك طلب على الدولار الأمريكي لأننا نبتعد فقط عن بضعة أيام عن جاكسون هول ولتوقع أن يكون هناك اختلاف كبير في السياسة النقدية للفيدرالي وبالتالي أعتقد أن هناك انقصام إذا كان الفيدرالي سرفع معادلات الفائدة بـ 75 نقطة أساس في سبتمبر ولكن الفيدرالي في دورة تجديد ومنطقة اليورو على سبيل المثال على الرغم أننا لديها رافع معادلات الفائدة في أشهر الماضي إلى أنها ستتحدد بناحية الاقتصادية إذا كانت أي حركات صعودية مثلا فإن هذا سيؤدي إلى ارتفاع سعار الطاقة في أوروبا وهذا ما سيؤثر سلبا على الاقتصادات هناك ديفيد كنا بكل الأحوال أيضا نتابع البيانات الاقتصادية البريطانية ومؤشر البيام آي للقطاع الصناعي البريطاني والذي انكمشى لأول مرة منذ الجائحة منذ جائحة كورونا برأيك إذا ما استمرنا في أن نشهد هذا الضعف في البيانات الاقتصادية البريطانية ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة للباوند؟ لقد كان هناك بعض البيانات المتضربة في المملكة المتحدة فيما تعالق بقطاع التصنيع كانت القراءة تشير ستة وأربعين وكانت هذه الأولى منذ الجائحة وكان هناك أيضا هذا ما يشير إلى أن القطاعات ليست جيدة في المملكة المتحدة وذلك بعد توقعات بـ 52 نقطة في المملكة المتحدة وهناك توسعت إذن هناك بعض النمو قليلا في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة وهذا مشجع لأن بعد كل شيء قطاع الخدمات يقدر بـ 70% من نتج المحل الإجمال للمملكة المتحدة إذن إذا كان هناك نمو في هذا القطاع الأكبر في المملكة المتحدة هذا إيجابي وقراءة بـ 52.5 هي فوق تقريبا التراجعات الأخيرة بـ 51.8 وهي أقل قراءة منذ عام إذن نحن عند مستوات متدنية أخرى ولكن طبعا هذا أفضل مما توقعنا وهذا يشير إلى أن المملكة المتحدة في صحة جيدة بعد أن الاقتصاد المملكة المتحدة سيدخل في ركود هذا العام هذا الأسبوع شهدنا بعض التوقعات الكبيرة بالنسبة للتضخم في المملكة المتحدة والتي سترصل إلى 18% في بداية عام 2023 وأيضا الـ CPI قد ارتفع إلى 10% ولا يوجد أي تباطئ في هذه المعدلات كما شهدنا ارتداد في الباوند اليوم ولكن هذا بعد التراجعات التي شهدناها أمس ديفيد الكل يتساعد اليوم أيضا إلى أين نتوجه اليورو بعد ملامسة مستويات التسعة وتسعين سنت شهدنا قفزة كما أشرنا في اليورو بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة ولكن إذا سألتك اليوم هل ترى بأن اليورو قد يصل إلى مستويات الدولار خمسة سنت أو الخمسة وتسعين سنت قبل أعتقد أنه خلق أشهر القليل القادمة وبالدخول إلى الشتاء من المراجح النار مستويات الخمسة وتسعين سنتا بدلا من مستويات المائة وخمسة مقابل الدولار الأمريكي لأن هناك الكثير من المشكلات الهيكلية في منطقة اليورو والتي تؤثر على اليورو أكثر من الولايات المتحدة وأعتقد أيضا البنك المركزي الأوروبي أيضا على مسار رفع معدلات الفائدة ولكنه محدود في تحركاته وأيضا الأداء الخاصة بالحماية تشير إلى أنه لا ينتقى أن يكون هناك زيادة في تكلفة الاقتراض لإيطاليا وأيضا حتى لا يكون هناك أزمة ديون في منطقة اليورو ولأن البنك المركزي الأوروبي يقوم بتجديد السياسة النقدية إلا أن هذا سوف يوقف اليورو عن ارتفاع وما نشهده من ارتفاع في الدولار الأمريكي في الأشهر القليلة الماضية هو أن الفيدرالي سوف معدلات الفائدة ولديه القدرة على ذلك منطقة اليورو ليست لديها القدرة على ذلك وبالتالي من المراجح أن نرى مستويات الخمسة وتسعين سنتا وليس مائة وخمسة مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر القليلة القادمة ديفيد ميدن محلل الأسواق في إيكوتي جروب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك